السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم مسهي برجة اهلا بكم حبابي نهاردة ان شاء الله مكملين مع بعضينا حل وشرح منهج الفصل الدراسي الاول من كتاب المعاصر عشرين تلاتة وعشرين كونيكت فور نهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعضينا الشرح والحل من كتاب المعاصر للصف الرابع ايه ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونشارك في القناة عشان نصنع ان شاء الله كل جديد اي حاجة تحتاجوه هنا على القناة نفتح قوامي التشغيل عندنا قائمة تشغيل لكل مرحلة من الصف الاول الى الصف السادس بنحل ونشرح من كتاب الاضواء الجيم وكتاب المعاصر وكمان كتاب البيبين نهاردة ان شاء الله احنا في الوحدة التانية اللي هي عنوانها Desert Animals اللي هي حيوانات السحراء نهاردة ان شاء الله وصلنا للدرس التالت نهاردة ان شاء الله نحل ونشرح مع بعضينا الدرس التالت صفحة كام في كتاب المعاصر يا ميش صفحة خمسة وتسعين بي نومبر ماينتي فايف عندنا lesson 3 الدرس التالت language focus اللي هو التركيز اللغوي طبعا زي ما تعودنا هنشوف الكلمات الرئاسية اللي عندي في الدرس بيقولي listen and repeat استمع وردد او استمع واي وكرر الكيفوكابلر اللي هي الكلمات الرئاسية والاساسية المطلوب مننا اي نحفظها كويس جدا دعالا نشوف اول كلمة معانا بيقولي اي مدهش يعني ايه amazing amazing مدهش amazing amazing جميل beautiful beautiful جميل beautiful beautiful مثالي او كامل حاجة كاملة كده او تمام نقولي عليها ايه perfect 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 كبير large 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 جيلانطا ايه جه large يبقى عندنا مدهش amazing amazing جميل beautiful 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 مثالي او كامل يعني ايه perfect 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 كبير large large دي كبير للحجم يعني ايه large foot foot يعني قدم واحدة لكن feet يعني ايه اقدام ده جامع شاز قدم foot feet flat feet flat feet flat feet عندي كلمة قوي يعني ايه strong 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 قوي يعني ايه strong strong قوي يعني ايه سنة ربعة strong strong طيب عكسها حد يعرف يقولي هه سمعاك وضعيف يعني ايه weak يعني هه ضعيف ضعيف يعني ايه weak قوي يكا يبقى قوي سترونج ضعيف وейك짝ققا في كلمه ويك تاني هي الاسبوع بس دي هايradic ايه شاطة دي بالSu عشانيه باكس هاي كلمه ايه ايه كلمة ازبوع ويك ديكها بالبرري Uluzi نويزي نويزي الاس بانطينة حرف الزار عشان جايبنا اي حرف متحرك والواي برضو اي صوت متحرك لكن مش حرف متحرك الواي حرف ساكن نويزي يبقى بيوتيفول بيرفكت بيرفكت لارج فلات فيت فلات فيت strong weak ضعيف نويزي تعالوا نشوفوا الاكسرافوكابل اللي هي الكلمات ال اضافية والحاجة عندنا يصنع ملابس يعني ايه make clothes اللي اسم مش بنتها ودي تتنطى اي حرف الزار that make clothes make clothes مفاجئ او مدهش يعني ايه surprising surprising الاس بتجيب حرف الزار عشان جايبين الاي والاي ودي حرف متحركة surprising مدهش مفاجئ surprising سنام الجمل اللي هي الحتة اللي بتبقى ايه في ظهر الجمل كده من فوق الحتة العالية اللي في النص دي اسمها ايه بالانجليش hump 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 ريمان sand ما اعز بيعني ايه fresh water fresh water fresh water fresh water fresh water مميز special special صور بيعرج بيعيكوه ها بيعيكوه غريكوه 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 دي لسي كلمه بيعيكوه Make clothes Surprising Hump Sand Fresh water Special Grass Delicious Delashes Delashes وعندنا نوعين من التصريفات الأفعال وقالنا نوعين من التصريفات الأفعال في زمن الماضي والتصريف الثاني للفعل كيف نقوم بتصريف الثاني للفعل؟ Present مضارع و Past ماضي مضارع ماضي كيف يحول الفعل من المضارع للماضي؟ لما يكون أفعال عادية، سأضيف لها دي لو أخره ايه؟ نضيف لها دي طيب ينتهب Y وقبلها ساكن قال لك نحذف ال Y ونضيف مكانها IED لازم ال Y يكون قبلها ساكن ليس متحرك تمام؟ الفعل المنتظم عندنا عندنا يحمل يعني Carry Carry يحمل Carry تنتهب Y وقبلها حرف ساكن نحذف ال Y ونضيف مكانها IED في زمن الماضي البسيط تمام؟ يبقى Carry 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 طيب عندنا كمان فعلتانة هون Cross يعبر Cross Cross تنتهب E؟ لا يا ميسي، يبقى الماضي بدحها بال E دي تبقى Crossed Cross Crossed Cross Crossed Cross Crossed فعلين بتوع النهاردة أفعال Regular Virbis أفعال منتظم يعني بجيب الماضي منها بإضافة D أو ID أو ID فيها نواع أفعال تاني عندنا اسمها irregular Virbis أفعال غير منتظمة ما ينفعش معها الكلام ده بتاع D و ID و ED ما اللي بنجيب الماضي منها ازاي مس تحفظ كما هي زي Go الماضي منها ايه يبقى Went Go الماضي منها ايه Went يرى مثلا C الماضي منها ايه So تمام؟ دي يذهب وديارة دي اسمها أفعال غير منتظمة لكن النهاردة عندي فعلين منتظمين في الدرس Carry Carried Cross Crossed عندنا تعبراتها مما جاية في الدرس بيقول لي ايه Perfect for the desert Perfect for the desert مناسب او ملائم للسحرة For a long time For a long time يعني لمدة طويلة مدة طويلة For a long time عندنا يخضب يعني ايه Get angry Get angry Get angry يعني يخضب كن حاجرة Be careful Be careful Be careful Be careful Perfect for the desert For a long time Get angry Be careful التعبيرات دي جاية في الدرس بتاعنا يلا بنا بنا نجيب صفحة ايه 96 يلب الصفحة ألبنا الصفحة بيه بصفحة ايه 96 بيه number 96 Look read and identify انظر وقرأ وتعرف بيقول لي ايه What is surprising about camels What is surprising about camels ما هو المدهش بالنسبة للجمال ايه المعلومات المدهشة اللي ممكن اعرفها عن الجمال يلا بنا نقرأ النص بتاعنا علشان نعرف بيقول لي ايه بقى Camels are amazing الجمال مدهشة طبعا في حاجة جميلة جدا في كتاب المعاصر بيعمل ايه كل الكلمات الجديدة كده او المهمة بيجيبها بلون مختلف بيجيبها بلون الاخضر ويرقمها لي one two three ويجيب معناها بالعربي فين شايفين الحتة اللي على الجنب دي كده عامل الجدول هاو كده على الجنب ويجاب لي ايه الكلمة ومعناها بالعربي Camels الجمال are amazing مدهشة they're beautiful انها ايه جميلة strong animals حيوانات قوية وجميلة they're beautiful strong animals they help us to carry things تساعدنا في حمل الاشياء كلام صحيح جدا تساعدنا في ايه حمل الاشياء يعني ايه بنشيل عليها الحاجات الناس اللي بتسافر عبر الصحراء لشور حاجات بتاعتهم فوق الجبل and people وكمان بتحمل ايه الناس بتحمل الاشياء بس things and people الناس والاشياء بتاعتهم to cross the desert عند عبور الصحراء cross يعني ايه يعبر يبقى هي help us بتساعدنا to carry things and people بتساعدنا في حمل الاشياء والناس to cross the desert عند عبور الصحراء بس هنا بيجيب حرف ازا desert their milk their milk is delicious delicious يعني ايه لذيذ بعد كده we can use their fear fear اللي هو الايه الفرو بتاعها والصوف تمام to make clothes عشان نصدع منه الايه الملابس يبقى اول حاجة هي بتساعدنا في حمل الاشخاص والناس في عبر الصحراء وكمان اللي بتاعها الازيز وثلاث حاجة ان احنا ايه بنستغل ايه او بنستخدم الفرو بتاعها في صناعة الايه الملابس طيب camels are perfect for the desert يعني ايه الكلام ده او الجملة دي معناها بيقول للجمال مناسبة او ملائمة للمعيشة في الصحراء يعني بيئة الصحراء ملائمة جدا او مناسبة للجمال here is why السبب في كده يا مس لماذا لماذا تعال نشوف ليه الصحراء مناسبة للجمال بيقول لي camels have large flat feet لان الجمال عندها ايه اقدام كبيرة مسطحة اقدام كبيرة مسطحة شايفين بالشكل ده مستوية من الاسفل مستوية so they can walk on the sand الاقدام المسطحة دي بتساعدها في ايه صنة 4 بتساعدها ان هي تمشي على الرمال بالبلد كده وبالعربي من غير رجلها ايه ما تغرز جوه الرملة يعني ايه الاقدام المسطحة دي بتساعدها ان هي تمشي كده على سطح الرمال من غير ما رجلها ايه تغرز كده او تنزل تحت ايه في الرملة يبقى ليه الصحراء perfect for the desert او الايه الكاملس are perfect for the desert ليه الجمال بيئة الصحراء مناسبة لها او السبب معانا ان كاملس have large flat feet عندها اقدام كبيرة مسطحة بتساعدها so they can walk on the sand طبعا الايه هنا تمام؟ تعال نشوف السبب التاني بيقول لي كاملس can live without water for a long time ان الجمال تستطيع ان تعيش without يعني ايه بدون الجمال عندها المقدرة ان هي تعيش without water بدون مياه for a long time لمدة طويلة يبقى السبب الاول انا عندها اقدام كبيرة مسطحة السبب التاني ان هي تستطيع ان تعيش without water for a long time ان هي بتقدر تعيش من غير مياه في السحرة ايه لوقت طويل تعال نشوف السبب التالت بيقول لي ايه بقى camels have special ways ways يعني ايه special ways دي ways يعني طرق ودي يعني خاصة الجمال لديها طرق خاصة to close في غلق their noses في غلق الايه الامث and eyes والعيون يعني ايه الكلام ده لديهم طرق خاصة ليغلقوا انوفهم وعيونهم ليه to stop the sound from coming in لمنع الرمال من الدخول فيها يبقى عندهم طريقة بيقفلوا فيها الانوف بدعيتهم ويقفلوا فيها العيون ما تخليش الرمال ما تخش ولا جوه الانف ولا جوه العين بيقفلوا العين والانف بطرق معينة هم؟ ده ايه بقى بيمنع دخول الرملة جواهم يبقى بيقفلوا العين والانف بطرق معينة تمنع دخول الرملة جوه الانف او العين يبقى camels have special ways to close their noses and eyes to stop the sound from coming in coming in يعني دخول عندهم طرق خاصة بتمنع دخول الرمال هم؟ دي الصوب يعني ايه؟ تمنع تمنع دخول الرمال داخل الايه الانوف والعين عندي معلومة مهمة جدا اللي بط بي كيرفول يعني ايه؟ لكن ايه بقى؟ خد بالك كن حذرا ايه ده؟ هيقول لي حاجة مهمة جدا هو اللي ايه؟ camels are very noisy and they can't get angry ان ال camels are very noisy هم؟ يعني ايه؟ الجمال صاخبة او مزعجة للغاية صوتها عالي جدا تاني حاجة they can't get angry ويمكن ان تغضب بسرعة يبقى تخلي بالك من الجمال ده نوزي يعني ايه؟ مزعجة وكمان get angry يعني ايه؟ هم؟ تغضب سريعا تغضب ايه؟ سريعا دي المعلومة اللي انهالف الاخرى عن الايه؟ الجمال يبقى احنا نهار ده خلنا دفس بتاع الجمال ايه المودش بالنسبة للجمال؟ قال لي they are help us بيساعدونا to carry things on people to cross the desert الناس اللي بتسافر عبر الصحراء الجمال بساعدهم في حملة ايه؟ حمل الناس والاشياء المعلومة التانية their milk is delicious بناخد منهم اللبن اللذيذ كمان we can use their fear to make clothes بنستخدم الفراء بتاعهم في ايه؟ هم؟ في صناعة الملابس camels are perfect for the desert بيقول لي بعد كده ان الجمال ملائمة ومناسبة للعيش اللي المعيشة في الصحراء طبعا عندنا ايه؟ اسباب كتير السبب الاولاني عن ثلاث اسباب السبب الاولاني الكاملز have large flat feet ان الجمال عندها ايه؟ large flat feet اقدام كبيرة مسطحة so they can walk on the sand بتساعدها في المشي على الرمال السبب التاني ان الكاملز الجمال can live without water for a long time عندها المقدرة ان تعيش بدون مياه for a long time يعني الوقت طويل السبب التالت انها بتعرف تعيش في الصحراء camels have special ways عندهم طرق خاصة to close their noses في غلق الانوف and eyes to stop the sand from coming in عندهم طرق خاصة بيغلق بها الانوف والعيون تمنع الرمال من الدخول فيها في الاخر بيقول لي be careful كن حجرا lay camels are very noisy الجمال دي مزعجة وفي نفس الوقت and they get angry can get angry وتغضب سريعا يلا بنا نشوف الصفحة ايه؟ اللقصادة صفحة 97 90 الصفحة اللقصادة بي نمبر 97 97 بيقول read the fact file and identify اقرم لف الحقاق عندنا ايه؟ fact file يعني ايه؟ ملف حقائق النهاردة ننتكلم على ايه؟ the differences between horses and camels اللي هي الايه؟ هم؟ الفروق between يعني بين horses الخيول اللي هي جمع الايه؟ الحصان camels والجمال الجمال تعال نشوف الفرق بين الجمل والحصان information ده ايه؟ المعلومات او المعلومة animal اللي هو الايه؟ الحيوان horse الحيوان اللي عندنا ايه؟ ده؟ horse الحصان camels الجمل اول حاجة بيقول لي how tall is it؟ يعني كم الطول؟ كم الطول؟ الحصان طوله كم؟ قال لي one point four two one point eight متر طوله من واحد واربعة من عشرة متر لواحد وتمانية من عشرة متر ليه؟ من اختصال لكلمة متر يبقى الطول بتاع الحصان الطول بتاعه من واحد واربعة لواحد وتمانية ايه؟ متر يعني دخل على اتنين متر طيب الجمل بقى طوله كم؟ how tall is it؟ one point eight two two متر من واحد وتمانية من عشرة متر ليه؟ اتنين متر يبقى كده اين يعمل علامة صح ايه؟ ليه؟ يعمل علامة هنا ليه؟ لان كده في موضوع الطول ده طلعا عندي مين؟ ان الجمل ها؟ اطول من الحصان فهميش كده المعلومات طيب السؤال التاني بيقول لي how heavy is it؟ how heavy is it؟ يعني ايه؟ كم الوزن؟ كم الوزن؟ الحصان three hundred three hundred three hundred eighty من تلتمية وتمانين two إلى five hundred fifty كيلو جرامز الكيجي اختصال لكلمة كيلو جرامز ده من تلتمية وتمانين لخمسمية وتخمسية وتخمسين كيلو طيب ده بقى الجمل ها؟ four hundred to six hundred or six hundred fifty four hundred four hundred اربعمية to six hundred fifty كيلو جرامز من ربعمائة كيلو لستمية وتخمسين كيلو برضو كده عندنا الكامل ايه؟ بالنسبة للوزن هو الاسقل وزنا how fast is it؟ يعني how fast كامل سرعة؟ ماشي حبيبي عندنا فاست يعني سريعي با كده ايه كامل سرعة؟ دي بيقولك ايه؟ 88 كيلو متر سبراور 88 88 كيلو متر في الساعة ال-KM وال-H ال-KM اختصال لكلمة كيلو متر هتلاقي ده تخلص في اخر سطر في الكتاب احرك كده ورهلك ورجعتني؟ شايفين؟ بيقول ايه؟ KM اختصال للكيلو متر وال-H اللي هي ايه كيلو متر في الساعة دي بايه؟ نقص بها السرعة يبقى بالنسبة للحصان 88 كيلو متر في الساعة طيب ده 65 كيلو متر سبراور يبقى من الاسرع؟ طبعا الاسرع هنا مين؟ الحصان بالنسبة للسرعة يبقى الجمل تفوق على الحصان في الطول والوزن لكن الحصان طبعا ايه؟ بالنسبة للسرعة هو اسرع من الجمل How long does it live؟ يعني كم المدة التي يعيشها؟ بيعيش قد ايه؟ ده 25-30 years من 25-30 سنة لكن ده بيعيش ايه؟ بيعيش 40 سنة يبقى ده برضو ايه؟ بيعيش اطول يبقى ده الجمل تفوق على الحصان في الطول وفي الوزن وفي الايه؟ وفي المدة اللي بيعيشها اللي هو العمر لكن الحصان تفوق عليه في الايه؟ في السرعة تعال نكمل عندنا معلومات حلوة كده عن الخيول بيقول لي الخيول الخيول لديها عيون كبيرة وجميلة شايفين عنها جميلة ازاي؟ جميلة او بيقول لي الخيول لديها عيون كبيرة وجميلة بعد كده بيقول لي هورسز هاف سرونج تيث لديها ايه؟ أسنان قوية عندها سنان قوية they like to eat grass بيحب بيأكلوا ايه؟ بتغزوا على ايه؟ اللي هو الايه؟ العشب او الحشائش and drink fresh water ويشربوا ايه؟ مياه نقية يبقى الخيول عندها ايه؟ هاف سرونج تيث هورسز هاف سرونج تيث عندها أسنان قوية they like to eat بيحب بيأكلوا grass and drink fresh water ويشربوا ايه؟ مياه نقية او مياه عزبة المهم جدا بقى عندي في الدرس ده عندنا درس الجرامر النهاردة او درس الايه؟ القواعد عندنا درس الايه؟ القواعد الدرس سهل جدا جدا ولا اسهل من كده النهاردة عندي الصفات اللي هي الايه؟ adjectives قالك الصفة تستخدم لوصف الاسم وتأتي قبله او يبقى الصفة تأتي ايه؟ قبل الاسم الاسم عندي man man رجل الصفة اللي قبليه طويل he is a tall man يعنه هو رجل طويل يبقى الصفة تصف الاسم وتيجي قبليه طويل مان مينفحش اقول man طول he is a tall man يبقى الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله كمان بيقولي الصفة ده ما بتيجي ايه؟ بعد verb to be اه؟ ده وين؟ اللي هو الايه؟ الحوت is big كبير big هي الصفة جات بقى ايه؟ جات بعد verb to be اللي هي الاس هي كلمات verb to be مثل M والS والR M والS والR يجي بعدهم ايه؟ الصفة سويل is big الحوت يكون كبير يبقى النهاردة عندنا الصفات عرفناها زي ان الصفة تصف الاسم وتأتي قبله وكمان بيتيجي بعد verb to be هي is a tall man برضو جات بعد verb to be يبقى الصفة بتيجي بعد verb to be وتيجي قبل ايه؟ قبل الاسم ماشي حبيبي؟ يلا بقى نشوف النهاردة هنعمل ايه في الصفات؟ درس النهاردة كله مترتب او ايه؟ هنشتغل على الصفات النهاردة هنقارن ايه؟ الاشخاص او الاشياء باستخدام الصفات فهنعرف النهاردة ازاي اخلي الصفة بتاعتي في وضع المقارنة هعمل لها ايه؟ او ضف لها ايه؟ يلا بينا نشوف صفحة 98 ناين دير صفحة 98 النهاردة عندي حاجة اسمها الكمبيراتف كومبيراتف يعني ايه يا ميس؟ يعني المقارنة النهاردة ان شاء الله عندنا درس المقارنة اللي هو الكمبيراتف بقارن بين اتنين سواء شخصين او شيئين يبقى كومبيراتف يعني بقارن بين اتنين سواء دول شخصين او ايه او شيئين عندي short adjectives اللي هي الصفات القصيرة الصفات القصيرة بيقولي عند المقارنة بين اتنين احدوهما يزيد عن الاخر في نفس ايه؟ الصفة القصيرة ذات المقطع الواحد يعني ايه صفة قصيرة صفة ذات مقطع واحد يعني بنتها مرة واحدة المقاطع بتاعتها اللفظية مقطع واحد بنعمل ايه بقى؟ بنجيب الصفة الادجكتف ونضف لها اي ار وبعد كده ايه؟ كلمة جان يبقى النهاردة عندي الكوبراتف مع ايه الصفة القصيرة صفة اي ار جان صفة اي ار جان يضاف لمعظم الصفات القصيرة اي ار وبعدها كلمة جان جاي old يعني كبير السن او قديم اكبر من يعني ايه older يعني ايه اكبر من تبقى ايه older old older false يعني سريع foster يعني ايه؟ أسرع من تمام؟ يبقى الصفة القصيرة زي old و false مش بعمل فيها اي حاجة خالص بحط لها ايه ار في النهاية وبعد كده كلمة جان يعني اقول لك احمد is احمد يكون احمد اكبر من زان علي احمد is older than علي احمد is older than علي كيبها كده هنا اعمل كده اقول لك احمد is اجيب الصفة بتاحت old نحط لها ايه ار بعد كده كلمة than زي ما قالت لي والشخص التاني من علي صعب الجملة ده سنة رابعة ولا صعب ولا حاجة ولا عملنا اي حاجة خالص جبنا الشخص الاولاني وجبنا بعديه لازم طبعا احمد يكون older than علي الشخص التاني احمد is older than علي احمد اكبر من علي لو هبدأ بعلي يبقى علي اصغر من احمد ما الاصغر من يعني ايه صفة اسمه ايه يبقى علي is younger than احمد تمام تعال بقى نشوف دي بالنسبة للصفات الايه ذاته مقطع واحدة اللي هي القصيرة طبعا عندي بقى صفات طويلة اما صفات القصيرة المكونة من مقطع واحد اه لسم كمان الصفات القصيرة بيقول صفات القصيرة اللي فيها مقطع واحد بس تنتهي بحرف ساكن مسبوك بحرف متحرك هنعمل ايه يعني صفة تنتهي بحرف ساكن و قبل متحرك قالك لازم نضاعف الحرف الاخير اللي هو الساكن ده قبل ما نضيف الايه يعني big كبير تنتهي بالجيدة ساكن والاي متحرك فضعف الجي مرتين تبقى بيجر اكبر من بحط لها ايه بعد كده بيج بيجر بيج بيجر هت يعني حار هت تبقى هتر هتر يعني احر من يبقى الصفة الصغيرة اللي هي مقطع واحد اللي بتنتهي بساكن و قبله متحرك بانضاعف الساكن مرتين تمام؟ بعد كده نضيف الايه عادة جدا زي بيج بيجر هت هتر تمام لما يكون عندي صفة قصيرة بس تنتهي بالي و قبلها حارف ساكن نعمل ايبا؟ بنحذف الواي خالص و نحط مكانها I E R زي Noisy يعني ايه مزعك اكثر ازعاجا تبقى ايه? Noisyer تنتهي بالي و قبلها ساكن نروح متطيرة الواي و نحط مكانها I E R اقصر ازعاجا Heavy يعني صاكيل اسكل من اسكل من heavey تنتهي بالي و قبلها ساكن نحزف روان حط ما كان اي اي ار. تمام? كمان. الصفات الكاثرة مكان المقطع واحد وتنتهى بال اي. طب انا هنضيف اي ار. ينفع هنضيف اي ار بعد ال اي اللي عندي افصل لا. هنضيف ار فقط نكتفي بال اي اللي عندي في الصفة ونضيف لها ار. نضيف حرف ار فقط. بريف يعني شجاع. بريف. تبقى بريفر. اشجاع من بريفر. تنتهى بال اي. فاضيفنا ايه? ار. نايس يعني ايه? لطيف او جميل. نايسر يعني الطف او اجمل من. يبقى احنا النهاردة عارفنا ازاي نقارم بين شاقين او شخصين. بينجيب الصفة الصغيرة المقطع الواحد القصيرة ونضيف لها اي ار بعد كده كلمة زين. عطينا مثال وان احمد is older than علي. وايس بقى على كده ايه كل الجمل. بس في مرحوزات بالنسبة للصفات. يعني old تبقى older. fast تبقى faster. في مرحوزات. بيقول لما يكون عند صفة صيارة ها? وتنتهي بحرف ساكن. وقبليه متحرك لازم وضعف الساكن مرتين. زي بك بنضعف ال g تبقى bigger. hot بنضعف ال t عشان قبلها متحرك تبقى hotter. قالك اللي اخرها y وقبلها ساكن. بنطير ال y ونحط مكانها ier. noisy نطير ال y تبقى nicer. heavy تبقى heavier. كمان لو صفة اخرها e مش ينفع اضيف ال e. er بعد ال e تبقى عندي double e كده اتنين الا. كفاية. ال e اللي موجودة عندي في الصفة ونضيف لها اربس من عندنا. زي ايه? brave, braver, nice, nicer. تعالي نشوفوا الأمثلة. ساعلة بالفينك خدناها بلكده. اكزامبل سأمثلة. زي افينك فاكس از smaller than other foxes. زي افينك فاكس از smaller than other foxes. ساعلة بالفينك يعني بقى smaller يعني اصغر من جا من كلمة small. ساعلة بالفينك ده الشيء الاولين اللي انه ده غير عاكل is يكون جبنا الصفة وحطناها ايه اربع لكده كلمة زين اضر فاكس ايه? ليه الايه السعالب الاخرى. ساعلة بالفينك اصغر من السعالب الاخرى. طيب بيقول لي زا في ميل. في ميل ايجل اللي هي ايه? انسة. انسة النسر. مالها. is bigger يعني اكبر من and heavier than the male. الانسة بتكون اكبر واسكل من الزكر. بعد كده زا ايجل النسر is bigger than the rat. rat يعني ايه فقر. النسر اكبر من الفار. جبنا ايه? الحاجة الاولينية. بعد كده verb to be. جبنا الصفة وحطنا لها er. بعد كده كلمة زين. بعد كده الحاجة التانية. النسر اكبر من الايه الفار. ده درس الصفة. طيب. في نوع تاني من الصفات بقى اللي هي ايه اكتر من مقطع. عندنا صفات طويلة اللي هي ايه? long adjectives. long adjectives. هي صفات مكونة من مقطعين او اكتر. زي ايه? dangerous. dangerous يعني خطير. interesting. ممتع. enormous. يعني ايه? دخم. beautiful. جميل. للمقارنة بقى وانا عندي صفة طويلة اللي هيعمل فيها ايه? ما انفحش معاهم موضوع الاي ار خالص. قالك بنسيب الصفة زي ما هي مش هنضفلها حاجة هي نقصة مقاطع عشان نضفلها اي ار. تبدك كان صفك سيارة بنضفلها اي ار عادي جدا في مهيتها. لكن دي صفة طويلة مقطعين وتلاتة واكتر ممكن كمان توصل لاربع مقاطعين فاعرف لها اي ار يا سنة يا ربعة? لا يا ميس مال هنعمل ايه بقى? قالك سيب الصفة زي ما هي وتعالي قبلها وحطوا لكلمة مور يعني اكثر. تمام? مور. والصفة زي ما هي وبعد كده كلمة زان. يبقى بدل ما انضف لها اي ار بعدها زي صفات القصيارة لا سيبها زي ما هي وحط قبلها مور. تعالي نشوف المثال. بيقول لي اسنيك السعبان. يعني اكثر خطورة. من اي? ذان افوكس من السعلب. في حقيقة ان التعبان اخطر من الاي? اخطر من السعلب. كروكودايلز التمسيح. ار. ليه بقى قلت ار? هنا هنا قلت ايس عشان ده التعبان واحد. لكن دي كروكودايلز تمسيح. ار. يبقى ممكن اقول از لما يكون المقارنة بين اي? حاجة واحدة. يعني اي? اه? اه تعبان اخطر من تعلب. لكن دي بقى تمسيح مش تمسح واحد. تمسيح تبقى ار تكون. مور ادي الصفة. ان اي? التمسيح اكثر خطورة من اي? من السمكة. حلو الكلام؟ يرايكم في الدرس سهل جدا ومهم جدا. يبقى احنا نهاردة تعلمنا الكمبيراتف المقارنة بين شائين او شخصين. لو الصفة عندي اصيارة بنجيب الصفة ونضف لها اي ار وبعد كده كلمة زان. وعطينا مثال ان احمد is older than علي. تمام? بيقول لي. زي ايه بقى? old تبقى older. fast تبقى faster. طيب في ملحوظة قالك الصفة اللي بتنتهي بحرف ساكن وقبليها. متحرك بنضعف الساكن مرتين قبل الار دي لما تكون صفة برده ايه وصيارة. big تبقى bigger. hot hotter. بعد كده الصفة اللي تنتهي باي وشرط يكون قبليه حرف ساكن. بنعزف الواي ونحط مكانه اي ار. زي noisy noisier. heavy heavier. طيب الصفة لما يكون اخرها اي? مش هنضف لها اي ار. نضف لها اي? ار فقط. زي brave, braver, nice nicer. طيب. عطاني امثلة. the phoenix fox is smaller than other foxes. ايه الساعلة بالفنك اصغر من السعالب الاخرى. زي في ميل ايجل اونسة. the nest is bigger and behavior. او heavier than the male. ان الانسة اكبر واسكل من الزقل. بعد كده زي ايجل. لوال اي? the nest is bigger than the red. ان الاي? عندنا النسر اكبر من ال red. طيب. دخلنا عن نوع تاني من الصفات اللي هي الصفات الطويلة زي مقطع. اللي هي اي مش مقطع. يعني مقطعين او تلاتة او اكتر. طبعا دي ما ينفحش تفلي ار عشان كده ايه هي عصة مقطعها كتير ما ينفحش تفلها مقطع تلما والاي ار ده مقطع بينضيفه. زي dangerous and interesting and enormous way beautiful. لا قال لك بنسيب الصفة جام هي بس بنجيب قبلها كلمة more بقى. كلمة more يعني اكثر من. بنجيبها قبلها. بنجيب الصفة جام هي وبعدها كلمة than. زي. more dangerous than. more interesting than. more enormous than. يبقى snake is more dangerous than a fox. الصعبان يكون اكثر خطورة من السعلب. لو عندي اللي بقرنه ايه جمع تبقى كروكو دالس التماسيح are more dangerous than the fish. يعني ايه الكلام دا انت مسيح اكثر خطورة من الايه من السمك. يارد بنكون فهمنا درس مقارنة الصفات النهاردة. صفات قصيرة وصفات طويلة. تعاني شوفوا الصفحة اللي صرحة 99 هيقول ايه. بيقولي اسئلة باستخدام هاو زائد الصفة. هاو يعني ايه كم او كيفة. تعالي بيقولك. هاو طول يعني ايه كم الطول. كم الطول. قالك تستخدم لسؤال عن طول شخص او شرع او مبني. زي. how tall is the phoenix fox? دا احنا مكملين برضو ايه القواعد النهاردة عندي ايه غير موضوع الصفات. بيكمل ايه بيعرفني ازاي استخدمها وايه واعمل بها سئلة. how tall is the phoenix fox? كم يبلغ طول سعلة بالفينك قال لي ايه سنتيمتر سنتيمتر. عشرين سنتيمتر. يبقى ايه? السنتيمتر والمتر واحدة قياس الطول. بعد كده ايه? how long? نستخدمها لسؤال عن طول الايه? الطول القفوكي. الطول القفوكي. how long? يعني كم? الطول. القفوكي ايه? كم الطول للطول عن الايه الطول? ها? الرأس. دا يعني ايه? ها? من الامام للخلف. من الامام ايه للخلف? how long is the steep eagle? كم يبلغ طول? الستيب ايجل. اللي هو ايه من الجناح دا للجناح دا. ها? بيقولك. it's around 170 سنتيمتر. ها? from wing to wing. دا من الايه? من الجناح. للجناح مية وسبعين سنتيمتر. يعني لما يفتح الجناحين. لو قسناهم من الجناح دا للجناح دا. هتلاقي الطول بتاعه مية وسبعين سنتيمتر. يعني دخل على مترين. يعني اطول منك انت. بعد كده how heavy يعني كامل وزن. how heavy is the horse? كام يبلغ ايه وزن? الحسان. it's 380 كيلو جرام. يعني ايه 380 كيلو. how fast يعني كام السرعة? يقولي اللي السؤادم للسؤال عن السرعة. how fast is the camel? ها? كام سرعة الجامل? it's. او a it is. 65 كيلو متر سبراور. 65 كيلو متر في الساعة. تعال بقى نشوف هنا. سؤال اختيارات. صفحة 99. to the correct answer from a, b, or c. الارنب ماله بالنسبة للكلب. عندي زان. بضرب لها على صفحة تنتهب er. متى القعدة بتاع النهاردة صفحة er. زان? ايوامس. small, smaller, smallest. طبعا هاخد ايه? smaller. تنتهب er. lines الأسود. are more dangerous. عندي more. وصفة طويلة. فاضل بعدها ايه? كلمة زان? cows للأبكار. الاسود مالها بالنسبة للأبكار. اكثر خطورة من الأبكار. طيب. يبقى as ولا like ولا than? more صفحة طويلة زان. pizza is delicious than vegetables. pizza is delicious than vegetables. البيتزة مالها بالنسبة للخضر. عازا اقول ايه? اكثر لزازة من. يبقى more ولا as ولا larger. طبعا انا عندي ايه? delicious. دي صفة طويلة. فاخد قبلها ايه? more. يبقى more صفة طويلة زان. قعدة بتاع النهاردة more صفة طويلة زان. an airplane. طائرة is takoon than bicycle للدراجة. الطائرة مالها بالنسبة للدراجة. بيقول لي ايه? bigger big as big. انا عندي زاني بعايزة قبلها تنتهي صفة تنتهي بالer. تبقى bigger than a bicycle. how not is the horse? it's 88 kilo meters per hour. اول كيلومتر في الساعة اللي هي السرعة بقى. بين ايش بقى السرعة بالايه? كيلومتر في الساعة? طيب كم السرعة يعني ايه? how fast? how long? how heavy? طبعا ايه? how fast? كم تبلغ سرعة الحصان? قالك 88 كيلومتر في الساعة. نلبس صفحة. كيرا حبابي انتهينا من شرح الدرس الثلاثة لابنا عندنا بقى ايه? صفحة 100 بيقول لي ايه? general exercises on listen 3. تمنى ان اتعمى على الدرس الثالث. وطبعا اول سؤال معانا بيكون listen and write true or false. بتسمعوا مني النص كده مكون من سطرين. وبنان عليه باشوفوا الجمل اللي عندي true ولا لا فرصة ببعا الجمل سهلة جدا عن الجمال فانا ايه هاراها على طول بسرعة. بيقول لي number one. camels milk is delicious. احنا قلنا ان اللبن بتاع الجمال لذيذ ايه? ايه? الكلام ده ايه? true. camels can carry people to carry the desert. تستطيع الجمال حمل الناس لعبور الصحراء. طبعا الكلام ده ايه true. we use camels the fate. بنستخدم فرق بتاع الجمال او صف بتاع الجمال. to make tables في صناعة الترابيزات. لا في صناعة الملابس. to make clothes. ايبا الكلام ده ايه F? نحط ال F هنا. السؤال التاني بيقول لي the order the word is to make correct sentence. تعال نعيني الترتيب الكلمات عشان نعمل جمل ايه? مفيدة. هنقولي ايه بقى? dogs? دي الحاجة اللي قلنا اللي هكارينها. dogs R يجي بعدها جزء من فربو تبي. R. فاضل عندي بقى صفة ايه R زين وبعد كده ايه الحاجتين اللي بقى كارينها. تبقى thinner than elephants. ايه معنى الكلام ده? dogs R الكلاب تكون thinner than انحف من او ارفع من elephants الفيلة. هنقول نسأل سؤال. R انا عندي camels الجمال more beautiful يعني اقصر جمالا زين من horses. هنقولي بقى are horses هل الخيول more beautiful than camels? هل الخيول اقصر جمالا من الجمال? هل الخيول اقصر جمالا من الايه من الجمال طبعا كلا بده صحيح. noizer اللي هو ايه هن اقصر ازعاجا. spiders العناكب than men are parrots اللي هي الببغاء. parrots are الببغاء تكون. صفة ايه R زين تبقى ايه noizer than spiders العناكب. يبقى البغبغانات بتكون ايه اقصر ازعاجا من العناكب. بعد كده عندنا camels الجمال. verbetو بي عندنا مين or. هنه? or A perfect for the desert. الجملة دي جايب النص من الدرس بتاع الجمال. بيقول لي ايه? الجمال camels are perfect for the desert. مولا ايه من المعيشة في الصحراء. السؤال الثالث عندي سؤال اختيارات. to the correct answer from A, B or C. اقار السيارة is not a than an airplane. السيارة مالها بالنسبة للطائرة. طب انا عندي زين. عايز اقبليها صفة انتهي بال E R و زين. انا عندي زين مكتوبة. بفضل عندي ايه صفة E R. slow بطيء. more slow اكثر بط. ولا slower طبعا هاخده slower. more slow ده اصلا غلط لان دي صفة قصيرة ما مفحش استخدم معها more. more بيستخدمه مع الصفات الطويلة بس. يبقى slower. يبقى a car is slower than an airplane. ده معناه ان السيارة أبطأ من الايه من الطائرة. how not is the horse? how not is the horse? it's three hundred eighty two five hundred fifty كيلو جرام. اللي بقيسه بالكيلو جرام طبعا الايه الوزن. يبقى how long? كم اطرول افكي? how fast? كم اصرع? ولا how heavy? كم الوزن طبعا? how heavy? كم الوزن? طبعا. how heavy? كم الوزن? السيارة الصعبان is? dangerous صفة طويلة. صفة طويلة زيني بفضل قبلها ايه more? طبعا افاكس. هناخد احنا مغمضين. السيارة الصعبان يكون اكثر خطورة من الايه من السعلاب. camels can live. تستطيع الجمال ان تعيش نقط وضر مياه for a long time. تستطيع الجمال ان تعيش مياه لفترة طويلة. بالمياه ولا بدون مياه? what is it? يعني b? زوت يعني بدون? buy يعني بواسطة طبعا ايه بدون مياه لفترة طويلة. الكمبيوتر الحاسب الآلي is more expensive يعني ايه? غالي جدا. more expensive ايه صفة? more وصفة طويلة وزين. تبق ايه? زين سيلفون اللي هو هاتف المحمول. هاتف محمول. يبقى الكمبيوتر اكثر غلاء من الهاتف المحمول. بعد كده كامل زي الجمال. are than horses. الجمال ما لها بالنسبة للخيول. زين. they are about two meters. طيب عندي زين عايزة قبلها صفة انتهى بالer. slower يعني ابطأ من. faster اسرع من. طولر يعني اطول من. طب دي اتنين متر. اتنين متر يبقى ايه اطول? يبقى ايه اطول من? هناخد طبعا ايه طولر. تمام? صفحة اللي قصدها. صفحة 101 بيقول لي. read and complete the text to his word is from the box. الكلامات دي هنكمل بها هنا. grass يعني عجب. fresh. يعني ناكي او عزب طول. طويل. eyes are you. horses are beautiful. الخيول جميلة. fast animals. يعني حيوانات سريعة جميلة. horses eat. بتاكل ايه بتاكل grass. بتاكل عجب. and drink. وتشرب ايه. fresh water. تشرب مياه ناكيه او عزبه. they have large. عندها ايه large. beautiful eyes. عيون. واسعة جميلة. they have strong teeth. ولديهم اسنان قوية. read and match اوزب. تعال نوصل A-B-B. ياش ما ننساش نعمل لايك. احنا بنسمع الفيديو والشارونة بنصحابكو عشان نكبر بيكم ان شاء الله لاتدعمونا. فضلا وليس امرا. camels are very. الجمال مالحة. very. then the elephant or nose and eyes for the scent. ولا the desert. ولا beautiful eyes. ولا water for a long time. ولا noisy. الجمال قلنا في معلومة كده نحضر منها انها هي noisy مزعجة. اكتب هنا one. camels have special ways to close there. عندهم طرق خاصة الجمال في ان هما يغلقوا ايه. يغلقوا الانوف والعيون عشان يمنعوا دخول الرمال فيها. بقى هنا توم. the mouse is smaller. الفار اصغر من ايه. the mouse is smaller. بعد اسم الله العائزة ايه. than. والحاجة التانية. يبقى than the elephant. يبقى كده ان الفار اصغر من الايه. من الفيل. بعد كده camels are perfect for. الجمال ملائمة لأيه. for the desert. للمعيشة في الصحراء. بعد كده camels can live. وزاوت تستطيع ان تعيش الجمال وزاوت بدون ايه. وزاوت water for the long time. بدون مياه لمدة طويلة. وده طبعا ايه. زيادة. write a paragraph of four scent. سنكتب موضوع مكون من اربع جمال. من اربع جمل. حوالي 18 كلمة. عن ايه. the horse. اللي هو الحصان. عطاني guiding fact file. عطاني ملف الحقائق الخاصة بالخيول. وبنان عليه عاوزني اعمل الايه. الجمل. هنقول بقى. the horse. الحصان. اول معلومة عنده. how tall is it? كم يبلغ طوله. one point eight to one point eight meters. one point four طيب. هنقول the horse. is. واكتب الرقم اللي عنده. one point four to one point eight meters. ايه. طول. يبلغ حوالي مية من ايه. من واحد واربعة من عشر. واحد عطاني من عشرة ايه متر سطول. طيب. المعلومة التانية. how heavy? هنقول. طبعا الحصان ضغرع اكل. فاقول عليه it. واخد بالي. في بداية الجملة بنعمل الحرف الكبير. كابتل. العوداني كابتل. وفي الاخر نقطة. هنبدأ جملة تاني برضو حرف كابتل. it. how heavy is it? كم يبلغ وزنه? اقال لك ايه? من تلتمية والتمانين لخمسمية ايه? وخمسين كيلو جرام. هنقول ايه بقى? هم? it is? هم? about? حوالي? تلتمية وتمانين. وخمسمية وخمسين كي جي كيلو جرام. المعلومة اللي بعد كده. how about it? ستيز مازا عن اسنان وسترونجو كوية. يبقى it. has strong teeth. لديه ايه? اسنان قوية. has strong teeth. طيب عندنا. what does it eat? and drink. بيشرب ايه? وبياكل ايه? هنقول. the horse. ده طبعا مفرد. في ايت معاتي بايه? eats. eats grass. مع الافعال في المفرد مع الهيو الشول ايت بنفقس للفعل في المضارق. it eats grass. and drink. ويشرب ايه? drink. تبقى drinks برضو. drinks. هنضفلها الاس. and drink is fresh water. ويشرب مية ايه? نقية. او عزبة. رأيكم في الجمل السهل للعسل دي. يبقى the horse is. الحصان يكونه. نقول على طول بتاعه. متر طول. معلومة الثانية. اعطاني ايه? وزنه. تبقى it's about. من 380-382-550 كيلو جرام. معلومة الثالثة. اسنانه ملها. it has strong teeth. لديها اسنان قوية. معلومة الرابعة بياكل ايه? ايه? قلنا the horse eats. عشان ده مضارع بسيط. والهي وشي وقت بياخده اس. المفرد بياخد اس. the horse eats grass. بيأكل حشب او حشائش. and drink is fresh water. ايه? نقية. كده حبيبي انتهينا. من حل وشرح الدرس الثالث من الوحدة الثانية. في كتاب المعاصر للصف الرابع. الفاصل الدراسي الاول. حلينا وشرحنا. الدرس. يارب يكون الفيديو عجبكم. استنون ان شاء الله. في حل باقي الدروس من جميع الوحدات وجميع الكتب الخارجية. واننا بنحل ونشرح من كتاب المعاصر وكتاب الادواء الدين وكتاب بيت باي بيت. اي حاجة محتاجين لضغط على القناة فوق في كلمة اسمها قوام التشغيل. هفتح قوام التشغيل بتاعت الصف الرابع. هتلاقي الحل وشرح من جميع الكتب الخارجيات. ما ننساش نعمل لايك للفيديو. نشارك في القناة. علشان يوصلنا ان شاء الله كل جديد واي استفسار. تواصل معي على صفحة الفيسبوك مسهبة راجب العرب نفس اسم القناة. وكمان عندنا جروب اسم ايه? خمسة ورابعة ابتدائي. المنهج الجديد عشرين تلاتة وعشرين ده الجروب بتاعنا على الفيسبوك. يلا. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.